اهلا بكم مشاهدين انا ايمن جاد وهذه حلقة جديدة من انكرة في فترة الدولة العثمانية وتأسيس الجمهورية التركية كان ضياء باشا او عبد الحميد زياد الدين رجل دولة تنظيمية اضافة الى عمله شاعرا وصحافيا من ابرز مقولاته ان حقيقة الانسان تظهر في عمله هذه المقولة استشهد بها امس بن علي يلدرم رئيس الوزراء التركي السابق ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم مشيرا الى ما قم به الحزب من خدمات وانجازات خلال السنوات العشرين الماضية من عمر الدولة التركية ولكن الى اي مدى سيسهم ما فعله الحزب الحاكم في استمراره على سدة الحكم في تركيا بالسنوات الخمس القادمة وماذا ستقدم المعارضة للناخب التركي مقابل ما قدمه حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب اردوغان خلال السنوات الماضية هذا ما سنتعرف الى تفاصيله في سياق حلقتنا فاهلا بكم من انكرة نبدأ معكم من اهم اخبار الانتخابات التركية حيث لم يتبقى سوى عشرين يوما فقط لكي تتوجه تركيا الى صندوق الاقتراع لاختيار الرئيس الثالث عشر في تاريخ البلاد اضافة الى انتخاب اعضاء الدورة الثامنة والعشرين من نواب البرلمان التركية يتنافس على منصب الرئاسة كل من رئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس حزب البلد محرم انجا ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار اغلو ومرشح تحالف الاجداد سينان اغان فيما يتنافس على مقاعد البرلمان الستمائة مرشح اربعة وعشرين حزبا اضافة الى مائة وواحد وخمسين مرشحا مستقلا وقررت بعض الاحزاب المشاركة في الانتخابات ضمن تحالفات خمسة هي تحالف الشعب وتحالف الامة والاجداد والعمل والحريات والاتحاد القوى الاشتراقية الى جانب ذلك يستمر عمل وفود الهيئة العليا للانتخابات في المناطق التي ضربها زلزال السادس من فبراير الماضي من الولايات الاحدى عشرة المتضررة التي تضم ما يقرب من تسعة ملايين صوت يمثلهم ستة وتسعون نائبا في البرلمان وبحسب بيان الهيئة تم اجراء دراسة في المرحلة الاولى لازالة اوجه القصور التي حددتها الوفود في الولايات المنكوبة فيما يتعلق بموظف الهيئة واللجان الانتخابية ومسألة تأمينها وستستمر زيارة وفود الهيئة الى الولايات المتضررة كافة لتقييم الوضع الاخير قبل انتخابات الرابع عشر من شهر مايو الى جانب ذلك سترسل الهيئة وفودا الى اوروبا لتقييم الاماكن التي ستجرى فيها انتخابات الرابع عشر من شهر مايو ايار القادم وتعمل اللجنة على تقييم مناطق التصويت في خمس وسبعين دولة ومائة وست وخمسين ممثلية في الخارج لازالة العقبات كافة التي قد تحول دون عقد الانتخابات التي ستبدأ في الخارج في السابع والعشرين من الشهر الجاري من جانبه قال رئيس التركي رجب طيب اردوان خلال تجمع انتخابي على هامش افتتاح احد المشروعات الصناعية في مدينة بورصة ان المعارضة ومرشح رئاسة في مواجهة تحالف الشعب لو تجمعوا معا لتنفيذ المشروعات التي تم انجازها خلال السنوات العشرين الماضية لن يستطيعوا فعل ذلك اجمعوا كل المرشحين الرئاسيين المناوئين لنا واحزاب المعارضة جميعها في صعيد واحد هل يمكنهم ان يقتربوا مجرد الاقتراب من تحقيق المشروعات التي افتتحناها لا اقول خلال واحد وعشرين عاما كلا ولا اقول خلال السنوات الاخيرة بل المشاريع التي افتتحت خلال الاشهر الاخيرة حتى ما يعادل زكاة هذه المشروعات يكفي لتخييب امالهم من جانبه قال بن علي يلدرم نائب رئيس حزب العدلة والتنمية ان الشعب التركي يعرف جيدا من يمكنه تقديم كل ما يملك من اجل دولته وامته ومن لا يستطيع ان يفعل ذلك وخلال كلمته الوداعية في البرلمان التركي بسبب انتهاء فتراته النيابية الثلاث داخل البرلمان قال يلدرم ان تركيا قطعت مسافة اسطورية في البر والبحر والجو مشيرا الى ان هذه الانجازات هي حصيلة سنوات عشرين قضاها حزب العدلة والتنمية الحاكم في تركيا مضيفا انه تجمعه بالرئيس التركي صداقة مستمرة منذ نحو نصف قرن وانه سيظل جنديا في مسيرة العدلة والتنمية من جانبها وعدت ميرال اكشنار رئيسة حزب ايي بدفع رواتب الرعاة والمزارعين في مدينة قونيا ودفع تكاليف تأمينهم الاجتماعي والصحي وذلك حال وصول تحالف الامة المعارض الى سدة الحكم وضفت اكشنار خلال افتتاح احد مقرات حزبها في مدينة قونيا وسط تركيا انها ستعمل على تعديل سياسات المياه والزراع في تركيا حتى تحظى قونيا بشكل خاص وتركيا بشكل عام بمكانتها المستحقة بين كافة المجالات الاقتصادية التي ستسهم في نهضة البلاد والمواطنين بهذا الخبر مشاهدين تنتهي اطلالتنا على اهم اخبار العملية الانتخابية في تركيا ونصل الى شخصية اليوم مصطفى دستجي الاكاديمي والسياسي التركي وعضو حزب الوحدة الكبرى وحزب السعادة قبل توليه مسئولية رئاسة حزب الوحدة الكبرى منذ عام 2015 في سياق التقرير الاتي نتعرف على شخصية السياسي التركي مصطفى دستجي ولد مصطفى دستجي في مدينة اسكشهير عام 1966 تخرج من ثانوية انقرة للأئمة والتحق بعدها بكلية الالهيات بجامعة انقرة وتخرج منها في عام 1988 عامل مدرسا ثم اكاديميا قبل ان ينتقل للعمل في وزارة الزراعة عام 2000 بدأ عمله السياسي عام 2007 في حزب الوحدة الكبرى واصبح نائب رئيس الحزب انتخب امينا عاما لحزب الوحدة الكبرى عام 2009 عقب وفاة رئيس الحزب محسن يازجي اوغلو في حدث مروحية في الخامس والعشرين من شهر مارس من العام نفسه اصبح دستجي رئيس للحزب عام 2011 لكنه استقال من الحزب عام 2015 ليصبح عضوا في حزب السعادة ويترشح عن نفس الحزب لدخول البرلمان خلال الانتخابات العامة التي اجريت في العام نفسه لم يتمكن دستجي من ان يصبح نائبا برلمانيا لان حزب السعادة لم يستطع اجتياز العتبة الانتخابية لدخول البرلمان وقتها عاد دستجي الى حزب الوحدة الكبرى في يوليو من عام 2015 واعيد انتخابه رئيسا للحزب دخل البرلمان نائبا عن مدينة انقرة عقب دخول حزب الوحدة الكبرى تحت مظلة تحالف الشعب في انتخابات يونيو من عام 2018 يدعم مصطفى دستجي وحزبه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مرشح تحالف الشعب في انتخابات الرابعة عشر من مايو من عام 2023 نذهب الان مشاهدين في جولة على مواقع التواصل الاجتماعي لرصد تفاعلها مع هذه الاخبار والشخصيات وغيرها من الموضوعات التي لاقت انتشارا بين روادها من بين هذه الموضوعات كان هناك نحو 250 الف تغريدة حول الانجازات التي تحققت لتركيا خلال السنوات العشرين الماضية وجاءت جميعها تحت وسم كل شيء ممكن مع اردوغان هنا يقول عضو البرمان التركي عن حزب العدالة والتنمية حسن توران ان الطائرات المسيرة من انتاجنا المحلية التي اصبحت تحمي سماء تركيا ستنطلق الى اكثر من ذلك وما لم يكن ممكنا في الماضي اصبح حقيقة مع اردوغان ليس غدا ولكن اليوم فيما تحدث اخرون عن تحول تركيا الى مركز لنقل الغاز الطبعي الى اوروبا والمشاركة في تحديد اسعاره وذلك لم يكن ممكنا لكنه اليوم ممكن مع اردوغان كما يقول المغاردون مع هذه الانجازات بات الاطفال يعرفون الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في حين انهم لا يعرفون بعض رموز وقادة المعارضة كما نشاهد هنا في هذا المقطع عندما سئلت هذه الطفلة عن بعض رموز المعارضة لكنها لم تتعرف اليهم ولكن عندما وجدت وترأت صورة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ذهبت الى السيارة التي تحمل صورته وقبلتها كما نشاهد هنا في هذا المقطع فيما تسأل مغاردون كيف سيكون مستقبل تركيا في ظل ما قدمه الرئيس اردوغان وجعل كل مستحيل حقيقة وفي آخر ذلك تسليم الجيل الجديد من الدبابة التركية الطاي الى القوات المسلحة التركية وهذه كما نشاهد هنا بعض من مشاهد تجريب واختبار ادائها حتى الشباب كما ينقل هنا مغاردون يدعمون البرامج الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الذي رشح كل وزرائه نوابا في البرلمان بالانتخابات القادمة كان من بينهم وزير البيئة والتنمية العمرانية وتغير المناخ مراد كروم الذي عقد تجمعا انتخابيا مع الشباب في مدينة اسطنبول كما نشاهد هنا في هذه الصور وهذه المشاهد اما عن رأي الشباب في الانتخابات القادمة خاصة الشباب الذين يتم اطلاق قول جيل زد عليهم كما يطلق عليهم على منصات التواصل الاجتماعي يتبعوا في المقطع الاتي آراءهم في هذه الانتخابات دون شاهد ابي 2011'de verdiği sözlerini tuttuğunun gerçeği olan bir video yayınlanmış verdiği sözleri tutan bir adam bir yılda yapacağım diyorsa hatta bir yıldan daha kısa bir sürede yapabilir Erdoğan'a güvenimiz tam inşallah seçimlerde de tam gaz devam ediyoruz İstanbul'da da 1,5 milyona yakın konut kentsel dönüşüm bekliyor sence yapılabilir mi? yapılır nasıl yapılır? seneye belediye seçimlerinde AK Parti gelince yapılır İmamoğlu'nun yapacağını hiç düşünmüyorum مشاهدين لمناقشة ما أوردناه في حلقتنا من أخبار وتفاصيل نرحبه بضيفنا فيها للستوديو السيد رجب أزال ممثل حزب العدالة والتنمية الحاكم في الهيئة العليا للانتخابات مرحبا بكم معنا سيد رجب مرحبا بكم في البداية لو نتحدث عن المناطق المتضررة من الزلازل كيف سيتم التصويت فيها بحسب ما خرج من الهيئة العليا للانتخابات وأنت ممثل الحزب الحاكم في هذه الهيئة كما تعلمون في الثالث من شباط حدث الزلزال أحد أكبر الزلزال على مر العصور والذي أثر 11 ولاية من المحافظات والولايات التركية مرحبا بانتخابات كانت بدأت بالفعل هناك بيوت تهدمت وتعرضت للدمار هناك لجن انتخابية مقارات انتخابية تعرضت للهدم الهيئة العليا للانتخابات أرسلت لجنة مكونة من الرجال الإداريين في الهيئة العليا للانتخابات وهناك تم جرد المنطقة وتم النظر في الآليات وتم تقييم الأضرار والنظر في إمكانية توفيق الجديد لا نواجهها الآن مشكلات لم يقع مشكلات حاليا أكبر عامل المؤثر هنا هو الأماكن التي سينتخب فيها الناخبون ويجدون فيها بأصواتهم لقد بسبب الزلزال الكثير من الناخبين كانوا قد غيروا عنوينهم وانتقلوا إلى محافظات أخرى بالفعل ولأجل هذا فالنهي للعليا للانتخابات قامت بأعمال تحديد السكن عنوين السكن من جديد وتحديد نقاط الانتخاب من جديد وتم تحديد نقاط الانتخاب ومن ثم الذهاب إلى لجان الانتخابات في المقاطعات وتم منحة صلاحيات ونالك لتأسيس اللجان الانتخابية في المدارس وفي الحاويات المؤقتة التي ستستخدم كمقارات سكنية والتي سيتم وضعها ومركزتها بحسب نقاط تمركز المتضررين من هذه الزلزالي وفي تلك النقاط سيتمكن المتضررون من الإدلاء بأصواتهم بأريحية تامة وفي هذا الإطار إذا حدثت أي مشكلة ونالك التدخل سيكون بسرعة وبالتالي حتى يتمكن أن نخيبون من التصويت في هذه الانتخابات نتحدث عن أداء أو آلية عمل اللجنة العليا للانتخابات أن تعودوا في هذه اللجنة العليا للانتخابات كيف تعمل اللجنة العليا للانتخابات بدءا من اتخاذ قرار الانتخاب وصولا إلى إعلان النتائج وكيف تتابعون كممثل عن أحد الأحزاب التركية هذه العملية لأوضح الأمر كالتالي الانتخابات في الحقيقة تجريها الأحزاب السياسية هذه المستقلة للانتخابات هي تشرف على هذا هنا لجان انتخابية يتشكل ستة منها من المحكمة المحكمة التمييز وخمسة من القضاء العالين هذه اللجنة الانتخابية تشرف على الانتخابات في الحقيقة الهيئة العليا للانتخابات هي من يعقد الانتخابات لكن الانتخابات في الفعل تجريبا أحزاب الانتخابية تعلمون الهيئة المستقلة تجري انتخابات وهي مشكلة من قضاء أعضاء في الهيئة الاستشارية وإلى جانب قضاة من مجلس شورى الدولة وفي هذا النطاق تقوم الأحزاب بإرسال مراقبين لمراقبة الانتخابات وكما تعلمون الأحزاب الأربع الأكثر أصواتا ترسل الممثلين في الهيئة العلية للانتخابات وكل الأعمال والقرارات والاجتماعات التي تجري في الهيئة العلية للانتخابات تتم تحت مراقبة المراقبين ابتداء من تعيين تاريخ الانتخابات كل الأحزاب السياسية وتطورات السياسية المتعلقة من الانتخابات يتم متابعتها من قبل ممثلي لجان الانتخابات من الأحزاب في المقاطعات وفي المدن والمناطق كما تعلمون لأن المراقبة تجري بقبل الأحزاب أمان وضمان الصناديق ليس مرتبطا بأهيئة الانتخابات فقط بل مرتبطا بالأحزاب أيضا الحزاب هي من يراقب ومن ثم فالأمر بسهولة وهو مثال يحتثى للعالم وأنتم كممثلون عن الأحزاب في هذه اللجنة كيف تتعاملون مع الدعاية الانتخابية أو إذا كان هناك خروقات من الأحزاب الأخرى في الدعاية الانتخابية أو في أي مسألة ما كممثل عن حزب العدالة والتنمية أو عن أي حزب آخر كيف يتعامل مع هذه الخروقات داخل اللجنة؟ الأمر كالتالي اعتبارا من انتخابات وحتى نهايتها الهيئة العليا الانتخابات هي المفوضة بحسب المادة التاسعة والسبعين من الدستور التركية لتسيير انتخابات بنزاهة وشفافية لكن المراحل الدعائية والملصقات الدعائية والإعلانات وكلها جميع ذلك له قانون متعلق به قواعده محددة وواضحة إذا كان هناك خطوات مغايرة للقانون ومخالفة للقانون فإن حزب العدالة والتنمية ولحفظ حقوقه وحقوق السيد الرئيس الجمهورية يعترض لدى الجهات المخولة إذا كان دين اعتراض نقدمه ابتداء من لجان الانتخابات في المقاطعات وحتى الهيئة للانتخابات طبعا القواعد المتبعة يجب أن يخضع لها جميع الأحزاب إذا كان هناك إشكال في تطبيق هذه القواعد فإننا باعتراضاتنا هذه نسهل طريق تكون هناك نموذج أنتم تقدمتم باعتراض على استخدام اسم تحالف الأمة المعارض في 16 ولاية تركية من حزب إي وحزب الشعب الجمهوري لماذا تم الاعتراض في البداية وكيف تعاملت اللجنة مع هذا الاعتراض ثم كان هناك تعقيب كذلك من حزب الشعب الجمهوري على هذا القرار في الحقيقة تحالف الأمة هنا كانوا قد قدموا بروتوكولا نص اتفاقية مذكرة اتفاقية وخلال المرحلة فإن رؤساء الأحزاب الذين هم أضاء في التحالف الأحزاب السياسية الستق قدمت هذه المذكرة ثم إن لم تكن الذاكرة في السابع من نيسان نواب رؤساء العامين للأحزاب جاءوا إلى هيئة الرياء الانتخابات وقدموا عرائض لأنهم كانوا قد تجاوزوا مرحات إجراء تغييرات في التحالفات وكانت تاريخ إجراء تغييرات قد تم والهيئة العلية الانتخابات رفضت هذا ونفضته وردته ولم تقبل طلبهم هذا وثم تم إجراء قرعة وهكذا تم تحديد مواقعهم في بوصلة وورقة الانتخابات ثم الأحزاب وبعض الأحزاب لم تقدر قوائم حزب الشعب الجمهوري وحزب إي أحدها في سبع مناطق شكلوا مشكلة فعليا نحن كنا ذكرنا من البداية أنكم قمتم بأمر مخالف لمذكرة الاتفاق والتحالف ومثلما فالتحالف لم يبقى له أي مستند قانوني وأي تعلق قانوني طبعا الورقة الانتخابية وورقة الانتخابات عندما تنظرون إليها ترون وجدنا أن حزب الشعب الجمهوري وحزب إي قدموا عريضة وقالوا أنه نحن في الأماكن التي ندخلها وحدنا يجب أن يكتب فوق عبارة حزب الشعب الجمهوري وكذلك في حزب إي بحسب المناطق التي يتقدم فيها كل من الأحزاب وحده في الحقيقة بحسب الورقة الانتخابية كان يكتب اسم الحزب فقط دون التحالف نحن غضبنا طرف عن بعض هذه المشكلات لكن أريناهم ما يجب أن يكون وقلنا لهم أن التحالف هذا لم يبقى له تعلق قانوني وأنه في حال لم يقبل فإنه في النقاط الانتخابية التي سيدخل فيها الانتخابات فإنهم لا يستطيع أن يستخدموا اسم التحالف هذه كانت العريضة التي تقدمنا بها ورفض طلبهم طلب تحالف الأمة والطلب الذي قدمناه أثار النقاشات من جديد بهذه الوسيلة ومثلما فالتحالف إذ يدخلون باسم التحالف إعترضنا قلنا أنهم لا يمكن أن يستخدموا اسم الحزب في موضع يستخدم فيه التحالف لأن موضع الحزب في الورقة الانتخابية كان سيزيد من موقع الأحزاب الأخرى ويشكل جزء من التنافس غير العادل بين الأحزاب إذ يستخدم لصالح التحالف اسم الحزب الكامل وإعتراضنا كان في هذا الإطار أن التحالف هذا وكذلك وكما الأمر بالنسبة للتحالف الأخرى الأربع فإنهم قرار يؤثر على الأحزاب سريعا ذكرتم في إجابة على هذا الأسؤال أنكم تتحدثون قبل التقدم بالاعتراض هل هناك حديث بينكم بين الأحزاب الممثلة في الهيئة العليا للانتخابات حول الاعتراضات أو حول الخروقات قبل التقدم بها بصورة رسمية إلى الهيئة الأمر كالتالي تحالف الأمة قوائم تحالف الأمة التي قد دامها فإنه بالنسبة لمادة السادس عشر من قانون الانتخابات هي مخالفة للقانون صراحة وعيانا هم كانوا باتوا في وضع أجبروا فيها على أن يعدلوا مقاون الانتخابية لأنه لا هو تحالف بالمعنى الكامل للتحالف ولا هو انتخابات بالمسمى الحزبي البحث هم ماذا فعلوا يشاركون في الانتخابات في بعض المواضع وفي بعض المواضع يشكلون مرشحا تواثقيا فلا يتقدمون بطلب المرشح لا يمكن أن تفعلوا الأمرين معا لو كان هذا الأمر تم فإن طوائم تحالف الأمة ما كانت تكون في هذا الشكل نحن لألا يقولوا أننا نتعمد أن نضايقهم وأننا أتعمد أن نعترض لنعطل أمورهم فإننا قدمنا كل الأمور غير القانونية نحن أنذرناهم بعد أمر قلنا لهم نحن نغضب طرف لكننا لسنا عميا عن هذه الأخطاء أريناهم أخطاء ماذي في آخر أمر قلنا لهم كفاكم خطأا وكفاكم مخالفة للقانون يكفي هذا وحسبكم هذا وهم سكتوا لهم شكرا جزيلا سيد رجب أزال ممثل حزب العدالة والتنمية الحاكم في الهيئة العليا للانتخابات شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم شكرا لكم نذهب لنا مشاهدين في جولة من الذاكرة التركية عبر التاريخ للتعرف على تاريخ الهيئة العليا للانتخابات هذه الهيئة التي هولدت مع انتخابات عام 1950 في تركيا وأضحت إحدى علامات الديمقراطية التركية ونزاهة الانتخابات في البلاد وتعمل كما يقول شعارها على ضمان عقد الانتخابات بنزاهة وشفافية وموثوقية في سياق التقرير الآن نتعرف على تاريخ الهيئة العليا للانتخابات في تركيا لنشاهد تأسست الهيئة العليا للانتخابات عام 1950 استنادا إلى القانون رقم 5545 من الدستور التركي وتشرف الهيئة على تسيير كفة مراحل العملية الانتخابية من بدايتها للنهاية واستلام الاعتراضات الموجهة والبت فيها كما تقوم الهيئة باعتماد المحاضر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقد اعتمد في القانون 5545 مبدأ سير المرحلة الانتخابية بكفة تفاصيلها تحت رقابة القضاء وتعتبر الهيئة العليا للانتخابات المرجع النهائي في البت في الأمور الانتخابية ولا يمكن لجهة أخرى رفض قراراتها يمكن للأحزاب السياسية الأربعة التي تتمتع بنسبة كبيرة من الأصوات إرسال ممثل رئيسي وآخر احتياطي لحضور جلسات الهيئة العليا للانتخابات تتكون الهيئة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء رئيسيين وأربعة احتياطيين ورئيس للهيئة مجموع أعضاء الهيئة 11 شخصاً ستة منهم من أعضاء محكمة التمييز وخمسة من أعضاء مجلس الشهور الدولة يعاد اختيار أعضاء الهيئة كل ست سنوات من خلال التصويت الذي يجري بين أعضاء محكمة التمييز ومجلس الشهور الدولة يتم تعيون لجان الانتخابية في كل محافظة ومقاطعة لضمان سير الانتخابات بشفافية بهذا تنتهي مشاهدين حلقتنا لهذا اليوم على أمل لقاء غداً في الموعد ذاته لمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الانترنت كما يمكنكم متابعة حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب دمتم بخير في أمان الله اشتركوا في القناة